أنا يعجبنا الشيخ ابن عاشور رحمة الله علي الشيخ محمد طهب بن عاشور ولا مرة قرأت له عن كرامة ما سمعتش ولا مرة بس أنا بأعتبر الاستقامة التي عاش بها الشيخ محمد طهب بن عاشور والتوفيق الرباني الذي قيض له والمؤلفات الماتعة لا أقول جامعة لكن ماتعة عظيمة غير مسبوقة في بابها بعض مؤلفاته خاصة التفسير ما شاء الله كان فيه من فوائد وعوائد والنظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامعة الصحيح ونزوم الرجل طريقة واحدة في الأدب والرزانة العلمية وعدم الوقوع في العلماء ولا إمة ولا المذاهب وسلوك خطة الاعتدال مع الإنصاف التام والعقل الوافر من أكبر كرمة الله عليه وكفى بها كرمات عليك كذلك؟ الله العظيم كفى بها كرمات كفى هذا التراث العلم الرسيل الذي أورثناه رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه